استعدت جماعة أسوان الاستقبال العام الدراسي الجديد بتجهيز قاعات المحاضرات والانتهاء من أعمال السيانة الشاملة للمدن الجامعية والملاعب الرياضية وكذلك أعمال الرش والتعقيم داخل الجامعة بسحاري وأسوان الجديدة وأضف القائم بأعمال الرئيس جامعة أسوان أيمن عثمان أنه يجرى الاستمرار في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفاروس كورونا والتي بدأت في سبتمبر الماضي حيث تم تطعيم عشرة ألاف من أعضائها التدريس وموظفي وطلاب الجامعة مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي فرد من منسوب الجامعة بدخول الحرم الجامعي إلا بعد حصوله على التطعيم لنا الاستعداد أننا عملنا خطة لصيانة جميع المرافق الجامعية لسيام المعامل لتحديث المعامل والقاعات الدراسية وكمان المدن الجامعية عشان تكونوا على حبة الاستعداد لأبناءنا الطلبة بالتوازي مع الاستعداد في صيانة المرافق كان فيه خطة مهمة جدا جدا ودي بناءنا على توجهات فخامة الرئيس عفتاح السيسي بتوفير اللقاح الآمن لكل المصريين فالخطة أننا مستهدف لجامعة أسوان تطعيم 37 ألف جرعة تشمل أعضاء تدريس العاملين بالجامعة وجميع الطلاب ترجمة نانسي قنقر